موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم حين تصبح قضايا أمتنا هي حبنا وعشقنا وكفاحنا وليس المنصبة والكرسي حين ذاك سننتصر هذا مقاله أردغان في مؤتمر حزبه لاستثنائي حيث نشرت صحيفة ستار التركية مقالا لأحمد تاشكتيران بعنوان أردغان داود أغلو بنفس العزيمة والإصرار جاء فيه قال المتحدث الأول في المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية والذي كان أردغان حيث بدأ حديثه واصفا حزبه بعشقي وحبي وكفاحي وابني الخامس ويكمل أردغان قائلا إذا كان قلبكم مرتبطا بالقضية في وداع كهذا عليكم الإشارة إلى أنكم ما زلتم على نفس الطريق الذي انطلقتم منه وأنكم مستمرون بالكفاح لرسم طريق الغد مما لا شك فيه أن القضية لا تقوم على الأشخاص لكنها تسير على أكتاف الناس لهذا فإن هذه الأمانة القضية يجب أن لا توصف بوديعة وإنما يجب تسليمها لشخص يستطيع حملها ويعطيها حقها ويتابع أردغان لا يوجد أي أهمية للأسماء فالأسماء فانية والقضية باقية تركيا تدار فقط بالأغلبية لا يوجد في تركيا مواطن مقبول وآخر مرفوض تركيا الجديدة تدار فقط بالديمقراطية يعيش في هذه الدولة شعب الرشيد ويختم حديثه بقوله أمد يدي لمصافحة 77 مليون إنسان آخر ما سنقتبسه من داود أغل هو قوله الأمانة التي سأتسلمها هي ميراثنا التاريخي وأخيرا سأسجل هنا أن داود أغل أهدى أردغان في بداية المؤتمر لوحة خطية كتب فيها لا غالب إلا الله مشاهدين الكرام أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا فهل كانت استجابة العالم لها كافية؟ في هذا الإطار نشرت صحيفة ييني شفاق تحت عنوان أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا من بلادهم جاء فيه أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها تجاوز ثلاثة ملايين شخص محذرة من أن الأزمة في بلدهم تزداد سوءا وأصبحت سوريا في الوقت الراهن أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا حيث اضطر نحو نصف الشعب للنزوح عن منازلهم بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفرد غالبية اللاجئين إلى دول مجاورة حيث يحتل لبنان الكثافة الأعلى بينهم 1.140.000 شخص وتشير الوكالة كذلك إلى أن رحلة الخروج من سوريا تزداد صعوبة حيث يضطر العديد من الأشخاص إلى دفع رشاوة لعصابات مسلحة وبالإضافة إلى اللاجئين المسجلين تقول دول مجاورة إن سوريين آخرين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف لجأوا إليها دون تسجيل أسمائهم وهو ما أدى إلى ضغط شديد وقال أنتونيو جوتيريس مفوض شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا ورغم ذلك يخفق العالم في تلبية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة لهم وأضف جوتيريس إن الاستجابة للأزمة السورية اتسمت بالسخاء ولكن الحقيقة المرة هي أن هذه الاستجابة أقل بكثير مما هو مطلوب مشاهدين الأعزاء ما زال اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشغل حيزا من تغطيات الصحف البريطانية وبخاصة مع مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لانتقادات شديدة داخل إسرائيل من صحيفة الغارديون نقرأ تحليلاً للكاتبة هاريت شيروود حول انعكاسة ذلك حيث قالت الكاتبة إن الإحباط الشعبي ظهر جلياً في استطلاعين للرأي أظهر أحدهما أن 59% لا يوافقون على مزاعم انتصار إسرائيل في الحرب على قطاع غزة فيما أشار استطلاع آخر أن 54% لا يرون أن أي طرف حقق انتصاراً ولكن الانتقادات التي واجهها نتنياهو بسبب توقيع اتفاق الهدنة دون الرجوع للبرلمان من جانب وانتشار الشعور بين العامة بأنهم دفعوا ثمن حرب لم تكن ذات جدوى نعكس أيضاً على شعبية نتنياهو وفق الصحيفة وتستطرد الكاتبة أنه بالرغم من أن تلك الحرب قد يكون لها تأثير بارز على الانتخابات العامة المقبلة المقررة العام المقبل إلا أن استبياناً أظهر أن 42% يرون أن نتنياهو هو الأنسب لشغل منصب رئيس الوزراء لكن ذلك قد يكون في الأغلب بسبب غياب البديل الأمور ربما تأخذ منعطفاً جديداً بعد سيطرة جبهة النصرة على معبر القنيطرة على الشريط الفاصل مع الجولان السوري هذا ما يخبرنا عنه موقع دويتش فيلا عربية الذي نشر تقريراً تحت عنوان سوريا تسخن جبهة الجولان مناورة أم تهديد حقيقي جاء فيه الجولان من المناطق الحساسة التي يمكن أن يؤدي التصاعد الموقف فيها لردود فعل سريع وغير متوقع رغم حرص العديد من قادة الدول الغربية للتشديد على أن اتساع نطاق مخاطر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لن يضطرهم للتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلا أن دخول عنصر آخر لدائرة المواجهات وهو إسرائيل الأمر الذي قد يتطلب إعادة بعض الحسابات يقول المحلل الإسرائيلي إلي نيسان لدويتشيفلا أن تسمح إسرائيل بإطلاق النار تجاهها سواء من قبل الجيش السوري أو جبهة النصرة أو أي فصائل أخرى سترد إسرائيل بصرامة على أي اعتداء على امتداد الحدود ويرب روشفات أن هذه التطورات لا تعني أن الأسد لن يدفع ثمن أفعله وأضاف السؤال هو كيف ستكون نهايته مثل القذافي أم مثل حسني مبارك الأيام هي التي ستجيب عن هذا السؤال ويرفض بروشفات التعامل مع الأسد كأخف الشرور مقارنة بجرائم تنظيم الدولة الإسلامية ويعتبر الأسد أساس كل الشرور أما بالنسبة لإسرائيل وفقا لنيسان الذي أضاف استمرار النظام السوري أفضل بالنسبة لإسرائيل من داعش وغيرها من الفصائل المتشددة مشاهدين الكرام هل تترك القضايا الكبرى ومصائر الشعوب لخاطفي الإيمان وجزاري العقول والقلوب والأعلاقة في هذا السياق صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالة لسمير عطلة بعنوان زمن الاسترضاء والرمد جاء فيه ربما أن مكتبة الكونغرس نفسها لا تعرف ما هو العدد الحقيقي للكتب والدراسات التي صدرت عن هتلر أو نازية من أهم ما قرأت قول الكاتب الإنجليزي مارتين أمس فلنكف عن محاولة فهم هتلر هناك أشياء لا شرح لها أكثر ما قرأت عن هتلر من مطالعات غربية وروسية كان يدور حول نقطة واحدة اتفق على تسميتها الاسترضاء وجد الأوروبيون أمامهم رجلاً هجومياً بلا حدود ولا ضوابط فحاولوا تجنبه شكوا في أنه كاذب لقيمة لوعوده وفضلوا أن يصدقوه وأدرك هو مكامن ضعفهم فمتع نفسه بالمزيد من الكذب عليهم واحتقار هشاشتهم عندما نفكر قليلاً في الأفعال الداعشية قد نرى أن معالم الهمجية واحدة سيف أو ساطور أو دبابة أو طائرة ترمي بشرر هتلر لم يرفع شعارات دينية لكنه اختار العنصرية العرقية وليس صحيحاً أنه كان فرداً أو حزباً بل ظاهرة مخيفة أبادت البولنديين واحتلت الفرنسيين وقصفت البريطانيين وجميعهم أوروبيون كنت أقول دائماً هنا إن صمت الكبار عن صغائر الصغار شركة في المسؤولية يجب أن لا نبحث عن هتلر وحده بل عن أبطال الاسترداء خان المارشال بيتان فرنسا وهو مقتنع بأنه ينقذها عندما دعاها لقبول الاحتلال وتمجيده وعندما أنقذ ديغول كرامتها كان رجالها قد أذلوا ونساؤها قد تبين وأطفالها قد دمرت حياتهم إلى النهاية هل تحسن وضع الأقليات في إيران في عهد روحان المعتدل؟ عن هذا الموضوع تتحدث صحيفة العرب اللندنية التي نشرت مقالا بعنوان روحان المعتدل يائد الأقليات في إيران جاء فيه تعاني الأعراق غير الفارسية من نظرة دونية واضحة وجلية من قبل العرق الفارسي المهيمن على النظام الإيراني على الرغم من أنها تشكل نحو 50% من المجتمع الإيراني ويتم منع أفرادها من دراسة لغتهم الأم كما يتم إجبارهم على تعلم اللغة الفارسية ويحضر عليهم إطلاق بعض الأسماء على موالدهم وتشر التقديرات إلى أن السلطات الإيرانية نفذت حوالي 800 عقوبة إعدام خلال السنة الأولى من حكومة حسن روحاني وبهذا الرقم تكون عمليات الإعدام ارتفعت بنسبة 47% مقارنة مع السنة الأخيرة من حكومة أحمد نجد التي شهدت تنفيذ حوالي 500 عقوبة إعدام مشاهدين الكرام حتى أصدقاء النظام السوري لم يعودوا يحتملون تضييقه ومحاصرته لهم في هذا السياق صحيفة القدس العربي نشرت خبرا بعنوان وآم وهاب أقفل مكتبه في سوريا بسبب ممارسات جهاز أمني جاء فيه في خطوة مفاجئة أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب التوحيد العربي وآم وهاب أعلن في بيان له أن وهاب قرر إقفال كل المكاتب الخدماتية التابعة له في سوريا مؤكدا أن الحزب لن يمارس أي نشاط في المحافظات السورية ولفتت معلومات إلى أن التدهور في العلاقة الذي بدأ منذ أشهر وعرف تصاعدا في الفترة الأخيرة يشهد منذ فترة ترجمة في العلاقة بين وهاب والنظام السوري حيث كانت المفاجأة أن الأمن العسكري السوري عمد إلى توقيف بعض المقربين من وهاب في سوريا وقال وهاب في مقابلة مع قناة الجديد قررت إقفال المكاتب لأن هناك ممارسات من أحد الأجهزة الأمنية لم تعجبني وكان الوضع في سوريا هادئا وحركة حزب التوحيد تسبب الإزعاج لهذا الشخصي أو هذا الجهاز وكان وهاب اشتهر في مقابلاته الإعلامية بأسلوبه اللاذع وغير المألوف لكنه كان موضع معاتبة من حلفائه بسبب تسريب معلومات وعدم كتمان أسرار ما شكل إحراجاً لحلفائه أحياناً وللقيادة السورية أيضاً النظام مستعد لتعامل مع قادة المؤامرة الكونية للخلاص من داعش بهذا السياق كتب فيصل قاسم مقالاً في صحيفة القدس العربي بعنوان النظام السوري يتوسل التحالف مع شياطين المؤامرة الكونية ما إن خرج الشاب السوري الأعزل إلى الشوارع للمطالبة بقليل من أكسوجين الحرية والكرامة الذي حرم النظام السوريين منه لحوالي نصف قرن من الزمن حتى راح الإعلام الرسمي يصرخ بأعلى صوته مؤامرة مؤامرة كعادته لكنه كي يجعل من الكذبة أكثر تأثيراً وإرهاباً للشعب السوري أضاف إلى المؤامرة صفة الكونية فأصبح النظام فجأة يواجه مؤامرة كونية يشارك فيها مئات الدول وربما كائنات من كواكب أخرى تسأل القاسم كيف سيشرح نظام لمؤيديه الآن نسيانه وتخليه فجأة عن المؤامرة الكونية ومطالبته أو لنقل توسله على لسان وزير خارجيته وليد المعلم توسله التعاون مع أمريكا والغرب عموماً لمواجهة الإرهاب ماذا سيقول لذوي أكثر من 150 ألف عسكري سوري نظامي قضوا في ساحات التصدي للمؤامرة الكونية لقد لخص أحد رسامي الكاريكاتير تخبط النظام السوري ونفاقه وكذبه وضيعه بتعليق على صورة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم والرئيس الأمريكي أوباما يقول المعلم الذي كتب الرسام تحت اسمه مسيلمة يقول لأوباما مستعدون للتعاون مع أمريكا التي تقود المؤامرة الكونية على سوريا للتخلص من داعش التي تحاربنا بأمر أمريكا وأخيراً القطيع يقرر الانتفاضة على جلده حيث نشر موقع الآن لزين كيالي بعنوان لأول مرة مؤيدون علويون يطلقون هاشتاغ ضد الأسد ويطالبونه بالرحيل أطلق مؤيدون الأسد من الطائفة العلوية هاشتاغ وينون لمساءلات رئيس النظام ووزير الدفاع عن مصير أبنائهم ويطالبون من خلال الحملة الكشف عن مصير جنود مطار الطبقة من عناصر الجيش خاصة بعدما نشره عبر صفحاتهم من فرار كبار الضباط في جيش الأسد من المطار عبر طائرات اليوشن تركين خلفهم أبناء الطائفة لواجه الموت في ظل عجز الأسد عن إنقاذهم كما أنه لا يوجد إحصاء دقيق لأعداد القتلى وإعلام الأسد يتكتم بشدة مما اضطر أهالي الجنود لرصد إعلام داعش الذي وثق بالصور والفيديوهات مقتل أعداد غفيرة من عناصر الجيش الأسدي في مطار الطبقة العسكري شرقي سوريا على يد عناصر التنظيم وقال الكاتب أحمد الأحمد الموالي لحكومة الأسد أولاد الناس ليس دمى وليس للبيع والذبح القائد الذي لا يستطيع حماية أبنائه عليه التنحي كائنا من كان كفان محسوبية وخيانة هناك أسلحة فتاكة تستطيع إزالة الرقة عن الوجود وأنا خدمت في ذلك الصنف من السلاح لكن الخيانة موجودة منذ بدء التكوين وأنا أول الناس الذي قلت لأبنائي عودوا من جبهات القتال كما قلت لأزواج بناتي أيضا من أجل من سنموت من أجل أن نسترد الرقة كفى دماء وذبحا ونفاقا وخيانة ومذاودات أعلم أن هناك الكثير سيتفاجأ بمقال هذا الهاشتاغ الأول من نوعه لذوي العناصر في جيش النظام جاء بعد حملات صخط واسعة الطيف ضد قنوات النظام الإعلامية التي وصفوها على أنها الشريك الحقيقي في ذبح أبنائهم بعد تلطق أيدي المسؤوليين الإعلامين في نظام الأسد بدماء أبنائهم وكما وصفتهم تلك الصفحات المؤيدة ضمن حملاتها به الحشاشين والمتعاطين للمخدرات وقد وجه أحد منظمي الحملة أسئلة إلى قيادة الجيش بعد نشره لمقاطع تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب يظهر فيها عناصر الجيش الأسد أثناء عملية قتلهم الميدانية وبعدها يقول يسحب الدواعش جنودنا كالكلاب وقيادتنا تنعم بفتح المراكز الترفيهية بعد أن أنقضوا الضباط الإيرانيين والروس أما نحن هل سنبقى فداء للكرسي والنهب؟ اصحوا وذكر آخر تصريحا لوزير خارجية الأسد وليد المعلم مستهزئا عن سحب عناصر الجيش بشكل تكتيكي ومنظم من مطار الطبقة لكن من تم سحبهم هم ابن الغني وابن الواسطة وأضاف نظامنا قذر وفاشل دمر البلد وحرق الشجرة والبشر هو من مهد لظهور داعش ومكن الإيراني والروسي أما نحن معروفين بالأسد أو نحرق البلد والأسد وحاشيته لا يبحثون إلا عن الكرسي والنهب أما أولادنا فهم للذبح المرأة في قلب الربيع العربي بين أحمري الشفاه والدم بهذا العنوان نشرت جريدة حبر مقالة لرودس جاءفي تزامنا مع موجات الحرية والتحرر في العالم العربي كان من الطبيعي تزايد الدعوات لتنل المرأة حقوقها كاملة دون أن يتم الانتقاص من أنوثتها وبالرغم من ذلك فقد لاقت المرأة في عهد الربيع العربي معاملات أشد سوءا من ذي قبل وعلى وجه الخصوص كان للمرأة السورية نصيب الأكبر من البلاء فقد وجهت التهم للنساء اللواتي يسكن المخيمات وللنساء في الداخل السوري حيث تسيطر المعارضة قد تعرضت المرأة السورية للقمع والاستغلال في مواطن كثيرة ليس فقط على يد نظام مدرم من خلال القتل والاعتقال بل وحتى من ذوي القربة في حال تم اعتقالها واغطصابها داخل السجون أو في حال تقدم أحد كبار السن للزواج منها في دول اللجوء ليكون عليها في حال الفقر المطقع السمع والطاعة فقط منذ انطلاق ثورة الكرامة في سوريا كانت النساء من أوائل المشاركين بها والمضحين من أجلها من خلال مشاركتها في المظاهرات السلمية والنشاط في عمل الإغاثة والإعلام والعمل في المشافي الميدانية وفي الوقت الذي كانت فيه الكثير من النساء يعملنا كجنديات معلومات كان هناك العديد من الجنديات المجهولات من أمهات وزوجات وأخوات لشبان ورجال عاملوا للثورة ومذلوا لأجلها الوقت والدم فكم من أم دفعت بفلدة كبدها ليثور على الظلم وكم حرضته ليستعيد كرامته وهو أغلى ما تملك وكم من زوجة ما زالت ترزح تحت نار انتظار معتقلها أما على النقيض الآخر حيث العالم الافتراضي الذي ينفصل عن الواقع تجد الكثير من المدافعين عن حقوق المرأة يختزلون حقوقها في حرية منح جسدها لمن تشاء أو التمرد على كل واجب ديني أو أخلاقي فيرون حرية الجسد أهم من حرية الفكر والروح ويطالبون بنظام شبيه من نظام الدول الأوروبية مع عدم مراعاة العرف السائد في البلاد أو حتى الطبيعة الدينية التي تغلب هنا وكثير من من يدعون حرية ارتداء المرأة ما تريد ينكرون على المحجبات والمنتقبات حريتهم وينعتونهن بالجهة أو المتخلفين المرأة السورية صاحبة فكر حر وقلم بناء نريد اليوم حرية تبني ولا تهدم حرية تضمن لنا تربية جيل قادر على بناء السورية المستقبل وإلى ذلك الحين سيبقى الصراع مستمرا بين أحمري الدم والشفاء إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا على حسن متابعتكم لكم منا أطيب المنامل تقي مجددا غدا إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة